ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز العرب للإبحاث والدراسات محمد الشريف أهلا بك أستاذ محمد ضيفا عزيزا على شاشة قناة اليوم أهلا بحضرتك فندم وأنا بكل مشاهدينك القرون أستاذ محمد يعني لو تطرقنا إلى التطورات الدولية ومنها التواغل الأوكراني في كورسك هل يشكل ذلك نقطة تحول حاسمة في الحرب الأوكرانية وهل هناك فرص لمفاوضات السلام طبعا الحرب الروسية الأوكرانية أخذت تطورا خطيرا في الفترة الأخيرة لكن إذا أردنا أن نتحدث عن ما هي النهاية الحقيقة لهذه الحرب أعتقد سوف يكون هناك تفاوض وسوف تكون هناك جلسات تفاوض وخاصة أن روسيا حققت ما تريد من الحرب من خلال الضغط الدولي لكن المجتمع الدولي الآن أصبح منقسما وخاصة أن قضايا الشرق الأوسط وبعض القضايا الأقلمية والدولية أثبت المجتمع الدولي فيها أنه ليس لدي أي قوة وأي شيطرة على أنه يدير أي ملفات وبالتالي الحرب الروسية الأوكرانية سوف تستمر لكنها في النهاية ستكون هناك جلسات تفاوض وقد يتم وقف هذه الحرب لكن التوقيت أعتقد أنه مدال بعيد نهائيا وخاصة بعد تغير الإدارة الأمريكية ستكون هناك فترة تشد أجازب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا من جانب وبين طبعا المسكر الشرقي بسفعا وبالتالي الحرب الروسية الأوكرانية نعم ستكون لها نهاية لكن قد تستمر عام أو أكثر من عام خاصة أن التشكلات الدولية لا تزال غير واضحة حتى اللحظ طيب أستاذ محمد اليوم التوغل الأوكراني في كورسك ألا يكون الهدف منه هو أن يكون هناك منطقة عازلة وورق الضغط لرفع السقف في أي مفاوضات قادمة طبعا نعم قد يكون هذا التوغل وخاصة أنها حققت نجاح لأول مرة قد يكون نقطة ضغط وأن طبعا أوكرانيا يتم مدها بالسلاح بشكل كبير جدا من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يدركون جيدا أن خسارة الحرب أو سيطرة روسيا على أوكرانيا بشكل كامل ستكون بداية لتشكيل المجتمع الدولي أو القطبين من جديد والدب الروسي يدرك ذلك جيدا لكن عملية كوست طبعا تؤكد على أن الدعم الأوروبي والأمريكي أصبح قوي للغاية في مواجهة روسيا وروسيا تدرك جيدا أنها إذا خسرت هذه المعركة ستخسر الكثير والكثير وخاصة أن المجتمع الدولي به خطاب عدائي ضد روسيا من خلال أوروبا ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي روسيا تدرك ذلك لكن لا تذل الأمور سجال وهذه قد تشكل نعم نقطة ضغط أو بداية للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا لكن روسيا لا تذل لديها الكثير والكثير يعني أعتقد أن خسارة كوست لن تكون هي الورقة الضغط الوحيدة ولكن لا تذل روسيا لديها الكثير والكثير من أوراق الرد حتى أيضا أستاذ محمد البعض المراقبين قالوا بأن توغل الأوكراني في كورسك هو عبارة عن مقامرة لن يكون لها نتائج لو انتقلنا أستاذ محمد إلى موضوع العلاقات الأمريكية الصينية ريجين بينغ الرئيس الصيني يؤكد التزام بكين بعلاقات جيدة مع واشنطن وبايدن يتطلع التواصل معه اليوم يعني في ظل العديد من الملفات الخلافية إلى أين تتجه هذه العلاقات الصين دائما تبحث عن مصالحها في هدوء الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أنها إذا كسبت أحد الأطراف في المعسكر الشرقي الأقوياء خاصة الصين أو روسيا أو الهند بشكل أساسي ستكون عملية ضغط القطب الشرقي أو المعسكر الشرقي على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالقوة أو تشكيل نظام الدولي أو نظام العالمي مرة أخرى قد يكون بعيد المنال وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتقارب مع أي من الدول القوية في المعسكر الشرقي لكن الصين دائما تبحث عن مصالحها وتبحث عن مصالحها كما قلت في هدوء الصين لديها علاقات اقتصادية قوية جدا في أفريقيا ولديها علاقات اقتصادية قوية جدا في أمريكا وفي أوروبا وبالتالي الصين تبحث عن مصالحها الضيقة وخاصة أن الصين من النواحة الاقتصادية متوغلة وهي قوية من النواحة العسكرية هي تقل كثيرا جدا عن روسيا أو عن تواجد روسيا أو عن صدام روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الغرب وبالتالي أمريكا تريد أن تبدأ بالصين إذا ضمنت أن الصين لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع التحالفات فهذا سوف يفشل تجمع المعسكر الشرقي الصين وروسيا والهند الذين يشكلون ورقة الضغطة الحقيقية على الولايات المتحدة الأمريكية أو على السيطرة والهيمنة الأمريكية على العالم وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كما قامت في السابق بتفقيق التحالي شفيتتي تريد الآن أن تجعل أحد الدول القوية في المعسكر الشرقي له ولا أو له علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستطيع أن تنفج ما تريد وتبقى الهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي ويبقى الهوكب الواحد الذي يشيطه بشكل أساسي مستمر وهذه السياسة الأمريكية منذ قديم الأزم كان معنا من القاهرة رئيس مركز العرب للإبحاث والدراسات الأستاذ محمد الشريف جزيل الشكر على هذه المداحلة